على أنه عندها دين من شهر رمضان مترتب على العادة الشهرية كانت ما تصومش الأيام التي تفطر فيهم في شهر رمضان الكريم بسبب العذر الشرعي هي الآن عندها دين لسنوات عديدة تسأل كيف تقضي هذا الدين خاصة بعدما تراكمت عليها أيام لفترتهم وتسأل أيضا عن فدية هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السليم من كثير المدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد بدسبة للأخت السائلة هذه يجب عليها قضاء الأيام التي عليها وهي ذكرت في سؤالها أنها يعني متأكدة من تاريخ معين وما قبله يعني تشك فيه فنحن نقول لها يعني احتاطي لدينك والإنسان يعمل ويحرص على أن يبرئ ذمته يعني بمعنى إذا كان هي قالت لنا مثلا قالت لنا خمس سنوات متأكدة منها وقبلها بعام أو عامين احتمال أنني كذلك لم أصمها فنقول لها اجعل الاحتياط بدل خمسة اجعلها سبعة فهكذا هي إذا كان عندها سنوات متأكدة منها وما قبلها من السنوات غير متأكدة منها نقول لها اعملي على غلبة الظن تصومينها لكي تبرئ ذمتك يعني السنوات التي تأكدت منها تصومينها وما قبلها مما احتمال غير متأكدة هذا حاول أن تصومي احتياطا حتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل والإنسان يحرص على أن يقضي العبادات التي عليه حتى تبرأ ذمته وحتى ينجي نفسه لا يبقى مؤاخدا يوم القيامة من تركه للعبادة اشتركوا في القناة